نقشل دشنت النيابة الدراسات العليا بجامعة عدن بحضور رئيس الجامعة دكتور الخضر ناصر لصور صرف شهادات الالكترونية المؤمنة لطلاب دراسات العليا وفقا لمصادقة مجلس الدراسات العليا في دورته الأولى من العام الجاري واشد الرئيس جامعة عدن بهذه الخطوة التي تأتي ضمن جهود تحديث العديد من الإجراءات في الجامعة بينها نظام سجل الالكتروني الذي يتيح لأقسام التسجيل في جميع كليات جامعة عدن ادخال البيانات الالكترونيا بدلا من الطريقة اليدوية مؤكدا على أهمية هذه التجربة الجديدة لجامعة عدن التي تعد الأولى على مستوى البلد في إصدار شهادات الالكترونية المؤمنة ودورها في الحد من أي عمليات تزوير قد تطال شهادات خريجية الجامعة وتوفر سهولة في الوقت والجهد للطالب في الحصول على شهاداته الجامعية بطريقة سلسة كما شكر الرئيس جامعة عدن الجهود التي بدلتها الطواقم العاملة في نيابة الدراسات العليا وعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية لإنجاز عملية صرف الشهادات رغم الفترة الاستثنائية التي يمر بها البلد والعالم إثر تفشي وباء كورونا